أفادت الإدارة الموالية لروسيا في منطقة خيرسون الأوكرانيان الجيش الأوكراني يحشد عددا كبيرا من الدبابات والعربات المدرعة على مشارف المنطقة وذكرت وكالة تاس الروسية الأنباء أن عمليات إجلاء السكان إلى الضفة اليسرى من نهر دينيبر والمناطق الروسية الأخرى مستمر بينما واصل الجانبان حشد قواتهما في المنطقة هذا وتخشى الإدارة الموالية لروسيا في خيرسون من فيضانات قد تدمر مناطق سكنية إذا ضربت أوكرانيا كخفكة لطاقة الكهرمائية